مين المسبب ومين المتأثر بتغير المناخ؟ وهل فعلاً تغير المناخ سبب أنشطتنا البشرية؟ أم إنها جزء من دورة الأرض الطبيعية؟ متى بدأ ومتى سينتهي تغير المناخ؟ وهل فعلاً لدينا القدرة كبشر على التصدي للكوارث المناخية التي حدثت والتي ستحدث أهلاً وسهلاً فيكم في بودكاست فيضان جاف في الحلقات السابقة تحدثنا أكثر عن مفاهيم الطقس والمناخ تحدثنا أيضاً عن تغير المناخ وأثاره كيف يحدث؟ وشو الاحتباس الحراري؟ وشو المسبب للاحتباس الحراري؟ لانبعاثات ومصادرها؟ وذكرنا أعلى الدول من حيث امبعاثات الغازات الدفيئة وتحدثنا شو أكتر نوع غاز دفيء وذكرنا في الحلقات السابقة مصادر الغازات الدفيئة في الأردن وأعلى القطاعات من حيث امبعاثات الغازات الدفيئة كانت في قطاع الطاقة قطاع الطاقة نسبة الامبعاثات منه بنسبة 76% والتالي هو النفايات 12% بالحلقة هاي رح نتحدث أكتر عن انبعاثات قطاع النفايات شو معنى النفايات؟ شو أنواع النفايات؟ وشو علاقة النفايات بالتغير المناخي؟ وكيف الامبعاثات بتصدر من النفايات؟ أهلا وسهلا فيكم ببودكاست فيضان جاف أنا إيهاب شماس أهلا وسهلا فيك محمد أهلا فيك سيد اليوم ضيفنا الكريم هو محمد أبو مغلي طبعا محمد هو صديق وأخ وخبير في مجال إدارة النفايات محمد عنده سبع سنوات من الخبرة في مجال إدارة النفايات والمواد الخطرة عنده من المؤهلات العلمية ماجستير في العلوم البيئية وإدارتها أيضا هو حاليا منصق مشاريع في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القطاعات التي تتعلق بالنفايات والطاقة والتنوع الحيوي وغيرها أهلا وسهلا فيك محمد أهلا فيك في حلقتنا ببودكاست فيضان جاف محمد اليوم بدنا نتحدث أكثر عن النفايات حل لما نحكي نفايات شو القصد بالنفايات أشي النفايات طيب خلينا نحكي عن النفايات النفايات يا سيد العزيز هي عبارة عن البقايا اللي بتنتج من فينا نحكي النشاطات الإنسانية أو النشاطات إحنا كبشر بطلع من عنا نفايات النفايات فينا نحكي أنواع كثيرة منها النفايات الإلكترونية نفايات الصلب المنزلية النفايات اللي بتطلع من المصانع ففيه أنواع كثيرة من هاي نحكي النفايات ففينا نحكي كمان موضوع النفايات موضوع كبير بتفوت مواضيع تكنيكل مواضيع إلى الدخل في إحنا سلوكنا كبشر كيف نتعامل بهاي الأشياء أو هاي النفايات فأنا هون عشان أحكي في الموضوع هذا أهلا وسهلا محمد طيب اليوم تحدث عن سعيد شخصي حلو أنا كإهاب أو هون في مكان التصوير في عنا كيس نفايات الكيس هذا وين بيروح شو مصير الكيس هذا طيب في عنا عدة أنواع زي ما حكينا للنفايات نفايات الصلبة المنزلية اللي بتطلع من بيوتنا احنا بتروح على فينا نحكي بصيرها مشوار طويل اول ما تطلع النفايات من عنا في البيت بتطلع برا على الحاويات اللي عنا في الخارج خارج البيوت وبعدين تيجي اللي هي الكابسات أو الضغطات تأخذهم على مكبات النفايات احنا بنحكي هون عن نفايات المنزلية اللي بتطلع عن الصلبة المنزلية طبعا فيه انواع كثير للنفايات زي مثلا نفايات الإلكترونية مش لازم تروح على المكبات اللي حكينا عنهم شوي وين بتروح لازم احنا فيه عندنا فينا نحكي تسع مواقع في الأردن التسع مواقع هدول لتجميع النفايات الكهربائية والإلكترونية وفيه عندنا خمس شركات مرخصة من وزارة البيئة بحيث انهم يجوا بياخدوا هاي النفايات من مناطق التجميع هاي وبودوهم على وبفككوهم وبسلهم إعادة التدوير نحنا رح نحكي محمد أكتر عن إعادة التدوير وكيف نستغل النفايات بس بعد عملية ضغط النفايات ووصولها للمكب نعم السؤال الأول شو هو المكب كم مكب عندنا في الأردن كيف بتم التعامل مع النفايات بالمكبات حلو هلا فينا نحكي المكبات هي عبارة عن مناطق لطمر النفايات المنزلية دفن دفن نعم طبعا في فينا نحكي اللي هي مكبات صديقة للبيئة بتكون مجهزة بطرق هندسية يبقى كم مكب موجود في عنا حاليا 18 مكب في المملكة بكل المملكة نعم الثمنتعشر مكب هدول فينا نحكي 50% تخيل معاي إنه 50% من النفايات اللي بتتولد في المملكة بتروح على مكب واحد اللي هو مكب الغباوي في العاصمة عمان أوف 50% من النفايات نعم طب لش ما يتوزعوا لأنه هذا المكب زي ما حكينا هو المكب اللي بيكون صديق للبيئة معمول وفق فينا نحكي معايير هندسية بحيث إنه كمان العصار اللي بتطلع من النفايات ما تنزل على المياه الجو فيه اللي عندنا وتلوث المياه اللي عندنا كمان تمام يعني هادي 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 هاونا بتيجي علاقة التغير المناخي ممكن يعني أشعر بدنا نفوت بعلاقة التغير المناخي والإنبعاثات اللي بتصدر من النفايات اللي هي الـ 12% قرابة 12% الإنبعاثات شو علاقة النفايات بالتغير المناخي بالإنبعاثات وكيف تصدر هاي الإنبعاثات وهل هذا الغباوي اللي 50% من النفايات اللي أردن بتروح عليه صديق بالبيئة القصد إنه بحل قضية التغير المناخي للإنبعاثات شو علاقة التغير المناخي بالنفايات لا قصة إنه فينا نحكي قصة إنه هو بحل هو جزء من الحل بس فينا نحكي العلاقة اللي بتربط النفايات بالتغير المناخي اللي هي فينا نحكي المكبات بنتج منها أو كيس النفايات العادي اللي عندك في البيت لما تخليه لفترة معينة بتسرق طلع ريحة عندك صح هذا جزء منه اللي هي فينا نحكي غاز الميثان اللي بتطلع لغاز دفي الميثان بالضبط فغاز الميثان اللي بتطلع من الكياس النفايات هاي اللي بتوصل عندك على المكب فقيس فيها يعني قدال سكيل فينا نحكي أو المقياس من البيت عندك بطلع شوية غازات للمكبات الكبيرة اللي بنحكي فيها كميات ضخمة يعني هسا المكبات اللي فيها النفايات تصدر منها غازات دفيئة بالضبط بس تتحلل وبس بالضبط هلأ بيصير عندك تحلل لهاي النفايات العضوية خاصة عن النفايات العضوية احنا احكي لما يصير لها تحلل بيطلع عنا اللي هو غاز الميثان مكب الغباوي مثلا في عنا المكب مجهز بحيث انه نستعمل غاز الميثان اللي بيطلع في توليد الطاقة للمحطة نفسها لنفس محطة الغباوي نعم هو جميل يعني بيستغلوا الغازات اللي بتطلع من جزء منها نعم بيصير لها استغلال بالمكب طب سؤالي انت ذكرت انه النفايات بتم طمرها يعني دفنها في الأرض نعم تحت التربة طب هلأ لو دفناها الغاز مش بنحبس بالتربة ولا هلأ الغازات احنا بنحكي عن البارتكلز او اللي هي جزئات صغيرة فممكن انها تطلع لبرة تطلع حتى لو مطمورة حتى لو مطمورة يعني بالضبط فبتطلع وبتساهم في عملية اللي هو بنحكي التغير المناخي أو اللي هو تغير المناخي طب محمد هلأ يعني لوين بدنا نوصل شو الحلول يعني للمكبات يعني هلأ لحنضل ندفن نفايات لمتى هي بدها مساحات كبيرة صح يس هلأ هي بدها مساحات كبيرة بس احنا اذا بدنا نحاول أو نحل الموضوع ما في حل سريع جذري احنا بنحكي احنا بنحكي في عنا اللي هو حلول بتبلش من كل بيت عنا احنا في البيئ يعني اذا بتيجي بتحسبها كل واحد او كل فرد كل مواطن له جزء له دور في عملية حل الموضوع يعني مثلا اذا حاولنا احنا نفصل نفاياتنا في البيئ اعادة التدوير بساهم كمان في تقليل كمية النفايات اللي بتوها على المكبات اللي عنا موضوع اللي هي في عنا اكمل مصنع بعملوا عاديين اللي هو تحويل النفايات العضوية لأسمد الزراعية شو القصد بالنفايات العضوية؟ النفايات العضوية اللي بنحكي بقايا الاكل ممكن تكون ملوها اسمدة ممكن تكون بقايا المخلفات الحيوانية كمان ممكن انه يصل لها او اللي هي تحويلها لأسمد الزراعية في عنا يسيد العزيز كمان اللي هو موضوع احنا متسميه بالانجليزي Reduce, reuse, recycle اللي هو التقليل كمية قد ما بتقدر اتقلل كمية النفايات اللي احنا كبشر او كأفراد بالمجتمع بنولد اليوم مثلا فينا نحكي كمان اللي هو عملية اعادة التدوير كمان بساعد او هو جزء اساسي في عملية التقليل عرفت كيف وشغلة ثانية كمان يعني اذا تيجي بتفكر فيها يعني احنا بنحكي عن النفايات النفايات فيها موارد كثيرة صراحة اذا تيجي تفكر فيها احنا بنحكي عن بلاستيك بنحكي عن نفايات مثلا الكهربائية والالكترونية فيها مواد ثمينة زي الالمينيوم الانحاس فيه البوردات فيها اجزاء من الذهب فاحنا بنحكي تخيل له هاي المواد بنوديها على المكبات احنا ما بنستفيد منهم فاذا احنا اشتغلنا على موضوع اعادة تدوير وفينا نحكي كمان الاستفادة من نفس هذا لانه بالاخر مصدر مصدر طلق لنا كبلد يعني اذا احنا استفدنا من النفايات اقول لك النفايات الإلكترونية والكهربائية اكمن سيلك عندك في البيت اكمن تليفون قديم عندك محمد طيب يعني الواضح انه كله بتعلق بسلوكياتنا يعني كل ما استهلكنا نفايات اكتر انبعاثات اكتر حلو بس احنا بالاردن انت ماش يعني ذكرت انه الواضح انه استهلاكنا بسيط مقارنة بال بس الادارة في النفايات تمام عندنا ايش في طموحات ايش في ايش ممكن نعمل اشي بالنفايات بالمكبات في حلول انه ندير النفايات اكتر نستغلها هلأ احكي لك موضوع النفايات عشان احنا نحاول يعني نعالج موضوع النفايات اهم اشي لازم نعمله انه نقلل كمية النفايات التولد اللي بتوصل للمكبات اللي عندنا اوكي هلأ من ناحية فينا نحكي اعادة تدوير واحدة من الاشياء اللي ممكن احنا نستغلها عشان نقلل اعادة تدوير ممكن ممكن نعيد التدوير ونستغله كمصدر مصدر للبلد كمان احنا بنحكي عن بلاستيك احنا بنحكي عن قزاز معادن اه نما انت تمشي بالشوارع شوف كمية البلاستيك اللي بالشارع عندك كياس البلاستيكية اللي موجودة عندك بالشوارع كمية قران المي طب قرانة مي موجودة بالشارع تجمع هل تصدرع صح امبعاثات اشي القنينة بالشارع؟ يعني اذا انا زدت القنينة بالشارع أو خلينا نحكي بصيد التغير المناخي بتطلع امبعاثات هاي؟ هلا مش انهم بتطلع امبعاثات احنا بنحكي عن الميثان غاز الميثان هو اللي بأدي الى تغير المناخي البلاستيك نفسه فيه مواد ضارة لإلنا كبشر هاي المواد او حتى احكيلك التليفون اللي معك التليفون اللي معك فيه اشي اللي احنا بنسميه مثبتات لهب او هاي المثبتات اللهب هاي بتكون من مواد مسرطنة فينا نحكي اللي هو احنا بنسميها ملوثات العضوية الثابتة هاي الملوثات هاي بتتجمع في اجسامنا احنا كبشر وبتعملنا سرطنات وبتعملنا مشاكل فبرضو احنا بنحكي من ناحية بيئية ومن ناحية صحية احنا لازم احنا ندير موضوع النفايات بطريقة صحيحة طيب محمد بما انك ذكرت موضوع النفايات الالكترونية هو عن جد مش عشاننا بنصبر ردي احكي بمثال بس انا جد عندي تليفون نفخة بطاريته خرب بطاريته خربانة بدلتها ورجعت نفخة يعني وموجود لسا عندي كيف ممكن وين احطه وين اروح فيه معكبه ممكن ابيعه هلا ممكن اتبيعه بس هلا احنا في عنا من شغل احنا بالنمائي احنا عملنا تسع مواقع لتجميع النفايات الالكترونية موزعين في اربع محافظات في المملكة بحيث انه يتجمعوا هاي او هدول النفايات فيهم وفي عنا خمس شركات مرخصين بحيث انهم ياخدوا هاي النفايات تليفونك القديم مثلا يعني انا بروح مثلا فيب عمان صح؟ فيب عمان يس في موقعين في عمان وين؟ في حديقة شهداء عمان واحدة والثانية في حديقة ام السمك حلو فانا بروح مثلا على حديقة شهداء عمان بحط التليفون يس ما باخد مقابل عليه يعني بنراح لعاعات تدوير يعني كأنه منه فرياتي هلا احنا شغالين كمان على موضوع موبايل أبليكيشن الموبايل أبليكيشن هاد انت وانت قاعد في البيت بتحط الأشياء اللي تركيها مثلا عندك تليفونين عندك تليفونين تليفونين تليفزيون قديم والامور هاي وحطيتهم بيجوا عندك عالبيت بياخدوهم من عندك وبترصد لك بوينس بتنزل عندك عالمحفظة آه نقاط مثل عندك يس في عندك نقاط ففي عندك اكتر من يعني في عندك اكتر من فينا نحكي طريقة طريقة بحيث انك انت تستفيد من تليفونين 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 تجي الشركات المرخصة بياخدوه كله بيستفيدوا منه؟ هلا بيستفيدوا منه بحيث انه مثلا البورد بيبيعوه للمصانع اللي بيطلعوا منه فينا نحكي روما تيريال او المواد الاولية منها البلاستيك بيصير له اعادة تدوير اللي فيه مثبتات للهب بيصير لها بروسسينج بطريقة ثانية او تعامل بطريقة اخرى تماما حلو حلو وهذا جزء من اعادة التدوير هذا جزء من اعادة التدوير نعم احنا عم بنقلل كمية النفايات اللي بتوصل على المكبات عندنا هاد اهم يعني اهم عامل عندنا عشان موضوع تغير مناخر فينا نحكي طب يعني الواضح محمد انه يعني صارت واضحة هيك معقول؟ لا ايلي اه لا والله بتوضح طيب يعني يعني قطاع النفايات قطاع مش قليل بنسبة الانبعاثات نحكي 12% مش قليل جدا ابدا اه هذه النفايات بتروح على 18 مكان واحد من المكبات فيه 50% يعني بتمنى كل المكبات لقدام يكون فيه خطة انه يكون كلهم صديقين للبيئة ويستخدموا هاي الانبعاثات وما يكون فيه تسريبات كمان للمادة الخطيرة منها اه واضح انه كمان تقليل استهلاكنا للنفايات رح يقلل فالانبعاثات بدل اقل نستخدم هاي النفايات او نعيد تدويرها واستخدمها في شغلات تانية واضح انه هذا كمان بيقلل هلأ فيه شغلة تانية كمان احنا باليو ان دي بي مسلا بنساعد الحكومة على انشاء مكبات صديقة للبيئة اللي هي زين غباوي بالضبط هلأ فيه انشاء نخلية قبل فترة باللي هي مكبات الكيدر للشمال شمال اه ده شمال المملكة اه عملنا كمان اكثر من محطة تحويلية المحطات التحويلية هاي يعني بتيجي الضغطات او النفايات على الموقع احاد بيصيلوا فرز بنفس المحطة التحويلية والباقي بروح على المكب يعني بنحاول نستفيد قد ما بنقدر من النفايات اللي بيطلع من المحطات هاي عم بنساعد كمان الحكومة في فينا نحكي عمل اللي هو بوليسيز او فينا نحكي سياسات سياسات لموضوع اللي هي ادارة النفايات بشتاء نواحة وفيه سياسات مستقبلية كويسة فيه كثير اشياء احنا هلأ شغالين عليها بننفاجئكوا فيها بعدين جاد هينشغالين وإلها علاقة بالانبعاثات وإدارة النفايات هلأ إلها إدارة بالانبعاثات وإدارة النفايات هلأ شغالين على تعليمات كمان اللي هو بتخص فينا نحكي النفايات الطبية الطبية نعم اللي بتطلع من المستشفيات هذه خطيئة أشحة الموضوع طلعت بالالفين وواحد لأنه آخر تعليمات عنا في مملكة فتجديداً فنحاول نطور فيها طلعنا كمان اللي هو تعليمات بتخص إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية فإحنا شغالين على فينا نحكي سياسات بتخص لإدارة النفايات بشدة أنواعها جميل جميل طيب يعني هيك أتوقع صارت الصورة أوضح ليش ليش النفايات لها علاقة بالانبعاثات طب عالمياً هيك حتى مش بس بالأردن عالمياً كمان لها دور صح؟ يعني إحنا ثاني أكثر قطاع بصدر انبعاثات نعم عالمياً كمان إلو دور النفايات؟ هلأ وين ما تروح النفايات إلها دور إلها دور أه وين ما تروح في العالم النفايات إلها دور يعني تخيل معاي نفاياتنا إحنا مش بس خليناها جوة الكوكب الصغير اللي إحنا عايشين فيه فيه كمان بعرشي زي بتعرفها في عنا إشي اسمه space waste أو نفايات فضائية بالفضاء؟ بالفضاء نعم أه اسمعت إشي هيك آه يعني إحنا مثلاً لما نطلع إحنا شو بسموها هاي؟ المركبات الفضائية المركبات الفضائية المركبات الفضائية عنا لا بظل فوق بظلها فوق ففي عنا إحنا كمان في المجال الفضاء اللي عنا فوق فوق الكوكب تبعنا كمان نفايات فيه كمان نفايات فإحنا فينا نحكي إحنا قاعدين منلوث كل مكان مروراً مؤلم مؤلم موضوع طيب نحك نصيحة نهائية توصية نغلق فيها الحلقة يعني سلوك فردي ممكن إنسان أو إجراء هلأ حدا يقدر ياخده بموضوع إحنا هدفنا بالنهاية نوصل الرسالة إنه كل سلوك بنعمله إله علاقة بكوكبنا كل سلوك كمان إله علاقة بقضية التغيير المناخي وممكن يكون إشي الناس مش منتبهيت له يعني ممكن بلاستيكة زدتها الشخص بتعرضت لتح بتكسرت الأجزاء هاي طلع منها غاز ميثان وكان جزء من من حكاية التغيير المناخي إيش توصياتك إيش تنصح الأفراد حتى اللي بدي يشتغل بقطاع يعني كشباب مثلا حابين يعملوا مبادرات كيف ممكن يستخدموا هذا الإشي عشان نقدر إنساهم في التقليل أو إعادة استخدام أو إعادة تدوير طيب حلا إحنا أول إشي ممكن إحنا إنساهم في تقليل إحنا كأشخاص فينا نحكي إحنا كأشخاص كل واحد قبل ما إنك تكب شغلة فكر فيها أول إشي فكر فيها يعني مثلا لما إنت تاخد بدل ما أنا أاخد الكاسة هاي واستعملها حاول شوف بدائل يعني للأشياء يعني مثلا هاي الكاسة ممكن أستعملها مرة ومتين وثلاثة أوكي في أشياء يعني أحلم نسميها بالإنجليزي مصطلح مرة ووحدة مرة ووحدة مرة ووحدة بتستعملها زي مثلا الشلومانات اللي نستعملها إحنا آآ أوكي يعني نستعملها مرة ووحدة وبتنكب عندك طب أش ممكن نستبدلها يعني وحبدو شلومونة يا محمد يعني استعمل كاسة يا رجل استعمل كاسة عادية في منهم شلومونات على فكرة كمان معمولة من ألمنيوم ممكن تستعملها آآ صح بتنغسل وفي اشي كرتون آآ صح خليني نجيب المعالق البلاستيك المعالق البلاستيك المعالق البلاستيك والصحون البلاستيكية هاي بتستعملها مرة وحدة وبعدها متنكب كمية الكاسات البلاستيك والكرتون اللي موجودة يعني طب الكرتون مش بتحلل عادي الكرتون بتحلل بس انت بتحكي قاعد إحنا معظم هاي الأشياء قاعد بتروح على المكبات عندنا آآ أوكي طفل القهوة مادة عضوية كمان انت بتساهم في إنتاج الميثان اللي بطلع عنا فوق بعمل تغيير مناخي طيب هلا بالنسبة ل الحملات الشبابية أو إيش ممكن إحنا نعمل كشباب أوكي ممكن إحنا نعمل حملات توعوية للمدارس لأنه إذا بتيجي تفكر فيها أكتر ناس حيتضرروا من الموضوع التغيير مناخي اللي هو الجيل القادم الجيل المستقبل الجماعة يعني انت بتحكي بعد أكم من سنة حيصير في عندنا مشاكل بيئية من التغيير مناخي فلازم نوعي الجيل الجديد فينا نحكي أضرار النفايات أضرار اللي ممكن حتصير بالمستقبل بتخص موضوع تغيير مناخي فالتركيز على التوعية للأعمال السريعة؟ التوعية أهم عامل إحنا عنا عشان نبدأ إحنا نقلل كمية النفايات هاي واحدة واتنين اللي هو عشان إحنا نعمل اللي هو نقلل من أخطار التغيير مناخي بالآخر محمد شكراً إلاك شكراً على وقتك العفو 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 بصراحة هيك أعطيتنا الموجز لقطاع النفايات أنواحها شو نوع الغاز الأكثر الميثان أكثر غاز بزدر من النفايات الـ 18 مكب كيف نتعامل كيف يكون عنا وعي أنه كثير أفراد مش كثير بربطوا موضوع النفايات وتغير المناخي والغازات الدفيئة دائماً النفايات بتندار تدفن تحرق دائماً في عنا هيك بتسمع دائماً أنه خلاص بدأ عادة الددوير مش مش الناس كثير بس بدناش حرق دخيلك بدناش حرق عشان الحرق بيطلع غاز الحرق بعمل مشاكل كثيرة صراحة يعني أحنا بتصير عنا غازات ثانية كمان مع الحرق معناته خلينا على الطمر أو خلص نكون على التقليل خلينا على الإدارة السليمة الإدارة السليمة للنفايات أحنا معناته هون هاي دعوة لكل اللي بيسمعنا وبيتابعنا أنه حاولوا ديروا نفاياتكم حتى لو صعيد منزلي قللوا عيدوا تدوير حطوا بالمكبات الصح عشان نقلل من استهلاك نفاياتنا ونديرها بطريقة صح شكرا محمد على وقتك وهذا الهدف من جلستنا اليوم أنه المستمعين والمشاهدين صلهم رسالي أنه الإدارة السليمة بكل إشي بحياتنا وفي قطاع النفايات بيقلل استهلاك استهلاكيا بيقل نفاياتنا بنعرف نديرها انبعاثاتنا بتقل وبيكون كل إش إن شاء الله بيقي وصحي لكوكبنا وليحياتنا شكرا لوقتك وهون بنكون أنهينا حلقة قطاع النفايات شكرا للجميع وهذا بودكاست فيضان جاف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر